هذه دراسة بتاريخ 16-1-2021 هنا مقالة طبعا يقول العلماء يلتقطون أمواج الجاذبية ويريدون الآن رؤية المحيط الكوني هذا طبعا الرادار يعمل بالأشعار الراديوية طبعا هنا أيها الأحبة يعني أنا سأحاول الاطلاع معكم على هذا النص طبعا نحاول أن نقرأ معا هذا النص أو نحاول أن نترجم هذه الكلمات يقول هنا إن العلماء يقتربون الآن من تحقيق هدف وهو يعني بعد اكتشاف موجات الجاذبية في الكون الذي تم رصده عام 2016 هناك يعني مجال مفتوح من أبحاث الفيزياء الفلكية طبعا مؤخرا راقب العلماء اصطدام ثقبين أسودين والثقب الأسود جسم ضخم جدا يعني قد يصل إلى مليارات حجم الشمس أو عفوا مليارات كتلة الشمس مما أدى يعني هذا الاصطدام إلى إرسال تموج في نسيج الزمان والمكان هذا التموج تم اكتشافه على الأرض عندما تسبب في حدوث وميد في أجهزة القياس الخاصة بمرصد موجات الجاذبية الذي يعني طبعا نرى أحد المراصد أمامنا وطبعا العلماء التقطوا المزيد من موجات جاذبية ناتجة عن تحطمات ضخمة جدا انهيارات ضخمة في الكون نجوم تهوي هنا أحبتي في الله يعني أنا أود أن قبل أن أكمل هناك آية تتحدث عن انهيار النجوم الظاهرة تحدث في كل لحظة ولكن العلماء يدركون القليل منها انهيار النجوم القرآن عبر عنها في سورة النجم قال بل أقسم بهذه الظاهرة قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى أقسم بأن هناك نجوم تهوي وتنهار تهوي داخل ثقب أسود ثقب سوداء تصطدر ببعض ثقب السوداء بالنتجة هي نجوم مختفية لا ترى إذن هذه الظاهرة لم يكن أحد يتخيلها القرآن عبر عنها قال والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى لذلك العلماء يقولون اليوم لقد اكتشفنا موجات كبيرة هزت قاربنا الكون أو السفينة الكونية طبعا يعتبرون أن موجات الجاذبية يعني هم أحبة في الله ينظرون إلى الكون على أنه عبارة عن بحر بدلا من الماء هناك الجاذبية الجاذبية هي التي تملأ الكون موجات الجاذبية هي التي تملأ الكون وهي على شكل موجات يسمونها موجات الجاذبية أو الموجات الثقالية فهذه الموجات الحقيقة يستخدمون اليوم مصطلح المحيط الكوني الحقيقة هناك تشابك بين موجات الجاذبية وبين نسيج الزمان والمكان نسيج يستخدمون كلمة نسيج كوسبيك ويب القرآن استخدم كلمة رائعة جدا وصف بها كل هذه المشاهد قال والسماء ذات الحبك والسماء ذات الحبك إذن القرآن استخدم أحبتي في الله هذا المصطلح الكوني استخدمه القرآن بصورة رائعة جدا واليوم العلماء يستخدمونه يستخدمون كلمة أم موجة يستخدمون كلمة طبعا القرآن القرآن أحبتي في الله لم يستخدم كلمة موجة إنما استخدم سباحة قال وكل في فلك يسبحون يسبحون يعني كأن لم يقل عن الشمس والقمر تدور الشمس تدور أو تسير قال سبحانه وتعالى للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك فلك يعني مسار محدد يسبحون هكذا يسبحون هذه الكلمة تناسب ما يقوله العلماء أننا نعيش في محيط كوني دققتم أيها الأحبة يعني انظروا العلماء يقتربون من تعابير القرآن القرآن يقول وكل طبعا يقصد بها الكواكب الشمس والقمر والنجوم وكل الأجرام الكونية يقول وكل وفي آية أخرى كل كل يعني كل ما تتصوره من أجرام كومية تسبح كل في فلك يسبحون فكما أن يعني هذه النجوم تسبح انظروا هذه طبعا مجرتنا نحن هنا لا نرى شيء لأننا كاد نرى سوى نجوم أظنها ثابتة ولكنها تسبح سباحة حقيقية إذن أيها الأحبة مثلا العلماء اليوم يتحدثون عن النجوم أولا عن موجات الجاذبية عن المحيط الكوني وهي تناسب كلمة يسبحون يتحدثون عن نجوم ميتة نابضة تدور بسرعة هائلة مئات مرات في الثانية وطبعا هذه لها نبضات راديوية موجات راديوية تبثها ويمكن تحويلها إلى صوت الله أيضا أقسم بها قال والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب النجم الثاقب فإذن أيها الأحبة التخلخل الذي يحدث في نسيج الزمان والمكان بسبب موجات الجاذبية أم كان رصده في مرصد ليغو عام 2016 طبعا كما قلنا وكل يوم هناك اكتشافات جديدة إذن أحبتي في الله كل يوم هناك اكتشافات جديدة يعني مثلا هنا هنا أيها الأحبة نرى أن يعني أن أنشتاين مثلا تنبأ بموجات الجاذبية من خلال نظرية النسبية العامة التي أعتقد أنه نشرها عام 2015 وطبعا بعد عقود من الدراسات تبين أن هذه الموجات موجودة وتتغير بسبب وجود النجوم النابضة النجم النابض يحدث خلخلة أو اضطرابا في هذه الموجات نتيجة دورانه السريع ونجد نتيجة ثقله لأنه ثقيل جدا فهو يثقب يثقب نسيج الزمان والمكان لذلك هو النجم الثاقب ويصدر موجات ثاقبة أيضا ويصدر طرقات تشبه صوت مطرقة هذه 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 الطرقات التي يصدرها أيضا تؤثر على الموجات الجاذبية وبالتالي العلماء عندما يعني يدرسون هذه الظاهرة فإنهم بذلك أيها الأحبة يعني تعتبر هذه بداية بداية الاكتشاف بداية الاكتشافات عظيمة جدا أحبتي في الله أنا أحاول أن أترجم الآن حرفيا أنا الحققة هذه المقالة البارحة فقط اطلعت عليها واليوم ف يعني أستخدم أنا طبعا موقع جوجل للترجمة وأقرأ بعض العبارات يعني التي تقول إن هذه النجوم النابضة تعتبر أدق من الساعات الذرية تعتبر ساعات كونية عملاقة دقيقة جدا دقيقة جدا لذلك الله تعالى أقسم بها سبحان الله تعالى سبحان الله يعني أقسم بهذه النجوم الطريقة طبعا هذا هو البحث هنا بحث يعني دراسة طويلة نقول إن القرآن القرآن العظيم أحبتي في الله القرآن أشار إلى النجوم النابضة التي تغير شكل موجات جاذبية أشار إلى الحقوب السوداء أيضا التي بنتجة استدامها تحدث خللا في شكل موجات الجاذبية أمكان رصده مؤخرا قال سبحانه وتعالى فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس الخنس يعني لا ترى الكنس تكنس تشفط جواري تجري إذن أيها الأحبة يعني طبعا هذا هذا الاكتشاف اليوم نحن نعرفه اليوم عام 2020 أو 2021 بينما هو موجود إشارة إليه في القرآن إذن الذي يقول إن القرآن يناسب ثقافة عصره طيب هل هذه كانت موجودة مثل قضية بكاء السماء كانت من ثقافة القرن السابع الميلاد كانوا يعلمون أن الفراعين عندما يموت أحدهم يستخدمون مصطلح بكاء السماء حتى يضعه النبي في كتابه طيب هل النبي كان يعلم بأن هناك حبق كونية نسيج كوني ليستخدم مصطلح أو كلمة الحبق والسماء ذات الحبق هل كان يعلم أن هناك نجوم نابضة تصدر طرقات وتثقب نسيج الزمان والمكان ليقول والسماء والطارق وما أدرك ما الطارق النجم الثاقب هل كان يعلم بوجود ثقوب سوداء فيقول فلا أقسم بالخنس الجواري الكنس هل كان يعلم بأن العلماء سيستخدمون مصطلح الشاطئ الكوني والموجات الكونية وموجات الجاذبية الكونية حتى يستخدم كلمة يسبحون فيقول وكل في فلك يسبحون هل هذه ثقافة القرن السابع الميلادي حيث انتشرت الأساطير يعني في ذلك الزمن كان الناس يفسرون ظاهرة ظاهرة مثلا الريح يقولون هناك إله للريح الرعد إله للرعد البرق هناك إله للبرق يدعى زيوس حسب زعمهم هل هذه الثقافة نجدها في القرآن ثقافة الأساطير أعطوني آية واحدة فيها أساطير في القرآن كله ترجمة نانسي قنقر